شعب دي كان محاضرة التالت في الامage processing فنبدأ كده بسم الله اول نقطة بتتكلم فيها بيقولك ان عندنا اثنين اول تاكنيكس اول تاكنيكس دي الكلمة دي جامكينة التكنيكس اللي بتعمل في الفضاء بتاع الصورة في الفضاء بتاعك يعني تمام وكملا عندك الـ بتمسك بيكسل بيكسل بتشتاقع على كل بيكسل اللي واحده في الصورة تمام في حين الـ بتشتاقع على الـ فنشنز بتعمل حيات مختلفة عن الatiكسل تكنيكس لو فاكرين في التسليم تعمل شروع عملنا الفرير فرير كان شكله غريب كده كان حاجة نقطة بيدة مثلا في النص وبعكها بتبدأ توسع وتغمق شوية فمش صورة يعني النتيجة مش صورة للطلاعية منها من على قد ما هو اللي هو ايه بتحوط انهي رقم اكتر انهي رقم متكرر اكتر في الصورة كلام فهي الأووتبوت بتاعها مش صورة الاووتبوت بتاعها شغل في فريكوينسي دومين يعني طبام اللي بتطلع لي صورة بس الصورة بقى مسلا تكون متعدلة عملتها النجاتيف هنعرف ازاي دولتين اعمل نجاتيف في الكلام ده كله طبام فبتطلع صورة عادية فالاووتبوت بتاع الاسبيشال تيكنيكس ببقى امرج عادية بقى كده امرج الاوتوب بتاع بيكون زي كده اعطاكي كتاب كتاب صح اللي هو معنيش قد نفكرة اللي هو معناق اي يعني بس ايه المهم ودي مش طبعا عاملان لازمة يعني بس دول كلا النوعية هو اللي احنا مفروض هنتعلمهم يعني اول حاجة من ضمنهم ايه او بيعملوا اي يعني بتاخد بتعمل عليها شوية ترانسفورميشنز يطلع لك اوتبوت ايميش تمام ده موضوعه سهل اول تكنيك عندك اسمه ايدينتي ترانسفورميشن فونكشن هنشوف قدام دلوقتي هي بتعمل ايه بس هي بيزيك اللي بتعمل كوبي بتنسخ الصورة وبعدها عندها يو انا مش طاحة اسمها ترانسفورميشن واللوق ترانسفورميشن Playstation والليوة لوغ ترانسفورميشن والنتنستي للولgn وتنسفورميشن والتنستي تيرتشنج Te beş lozen اه في اول نقطة عندنا هنا بيتكلم هي على الاسمه ايم اي تلا Germation تلاقي للك طبعا الA معناها Output والI معناها Input فالبيكسل اللي عند X Y في الصورة Pc بيساوي البيكسل اللي عند X Y في الصورة فهي حرفين بتعمل كوبي للصورة بتنسيخ للصورة كأنها صورتين فالoutput بيساوي Pc بتاكون من غير اي تغيير. حال? اه وزي ما كتوها هنا اهو. الفنكشن دي بتعمل كوبي للامج. عاملها صورة طبقة الاصل او نسخة طبقة الاصل من الصورة اللي هي بدأت بيها. تمام? اه وبيت الشرح بتاعها عادي ان هي زي بتعمل كوبي يعني مش ازاي. الشرح اللي انا لسه ايه له حالا يعني تمام? وده كده اللي بيمثلها. ليه شكل ده? وليكن مسلا ان X axis عليه الانبوت. والY axis عليه الاؤتبوت. فالبيكسل اللي عندي بمقدار او مسلا في بوزيشن ثلاثة ليه فاليو معينة هي هي نفس الفاليو للبيكسل الاؤتبوت اللي عندي نفس فالبيكسل برضو اللي عندي في الانبوت عند بوزيشن خمسة بياخد نفس الفاليو للبيكسل التاني طبعا هي رسمة وحش قوي بس يعني ايه نفا بريك هكده حلو? المهم ان ده كده بتاعك في الامبوت ايميج وده كده بتاعك في الاول ايميج فتلاقيهم كلهم بيتشاركوا نفس الخط اللي هو الدياجونل ده كل الصورة او كل بيكسل فاليو موجودة في الاتنين يعني تمام? واتاخد الرسمة دي مش صعبة دي الرسمة دي بتاعت تمام? اللي بعدها بتعمل ايه? في العادي الصور زي الصورة اللي قدامني دي كلها كده دي صورة ادي صورة تمام? ازاي بعمل كده? ازاي واحدة انا روح تفهين الصورة النيجاتف دي بوصلها ازاي او بعملها ازاي بقول لكم الله اه ان الاوتوتوت ايميج بتاعتك البكسل عند اكس واي في الاوتوتوت ايميج هيساوي ال ماينس وان ماينس الاي ايه هو بقى ال ال اصلا اتفقنا قبل كده ان الامج تلت انواع والصورة تلت انواع بلاك ان وايت وبعد كده جري سكيل وعد كده الار جي بي تمام? وانت تفعل انطفى اكت прев lado جري سكيل فيهم ليها الامج معاينة بتاعتها ال 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 اللي الفوق بتاعت الباك بتتسوي اتنين الري بتاعت الفاليوز بسوي اتنين الاي rent بتاع الفاليوز بسيسوي متين ستة الخمسين تمام? الار جي بي ليها تلتة ال بتقول ال 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 قر برضه بتسوي متين ستة خمسين وليها ايه ايه اللي انا كده Fifth هي برضو بتساوي ميتين ستة وخمسين. وليها اللي برضو بتساوي ميتين ستة وخمسين. حلوب? فانت غالبا عندك الل بتاعتك. يعني لو قالك الصورة بلاقي نومتي والل بتاعتك بتساوي اتنين. اي حاجة تانية يبقى الل بتاعتك بتساوي ميتين ستة وخمسين. حلوب? نمس حكا تلك كل الحاجات دي. فهنا ازاي هاوصل للنجاتف? بقول ان بتاع بتاع الصورة يعني لو مسلا لو الصورة بتاعتي هتوقع ماتين ستة وخمسين نقص واحد نقص الامج بتاعتي نجرب كده مسلا الصورة عشان نعمل لها معناه ان انا اقلب كل الاسود ابيض والابيض اسود وطبعا الرينج اللي بتاع الالوان اللي في النص برضو بيتقلب يعني مين وشمائي حلو فمسلا لو عندي بتاعته بزير وهو بتاعي لو قلت ماتين ستة وخمسين نقص واحد نقص واحد نقص زيرو هيساوي كم هيساوي متين خمسة وخمسين حلو الواحد ده ليه بنترحه عشان خاطر انت معندكش مسلا لو بتاعك بيساوي زيرو فانت معندكش ممكن تحطا بمتين ستة وخمسين لازم تقللها شوية لازم تكون تمام الحمسة دي مش عارف مكتوبة غريبة كالي المهم فالواحد ده كنو كده لو عندك بتاعك بيساوي زيرو فهتقدر تشتغل ببيكسل 255 يعني تمام فلو البيكسل بتاعك قلنا بيساوي زيرو هيقلب 255 تمام لو البيكسل بتاعي كان اصلا 255 من الاول المسح كده الزيرو ده البيكسل بتاعك كان 255 هيساوي ايه هيساوي زيرو ففعلا الابيض قلب اسهد والاسهد قلب ابيض والارقام اللي في نص كلها برضو هتتقلب يعني مسلا الرقم لو كان 100 لو انا عندي مية المية نقص متين ستة وخمسين سوري مية نقص متين خمسة وخمسين هتقول مية خمسة وخمسين حلم فالرقم ده اتغير بقى تانية فالفاليو التانية دي هي اللي بتمثل لك الصورة دي لما تتقلب تاني هي دلوقتي مقلوبة قريجي لو تقلبت تاني هتيرتعك الاصل بتاعها اه دي كان الارقامة نرى ان الالة بتسوي اتنين لو في بتسوي متين خمسة وخمسين لو في وبعكية عندك في الار جي بي الار ال جي ال بي كل واحدة فيهم متين خمسة وخمسين متين سوري ستة وخمسين هو الرقم ده معكوس اوكي الرقم ده كده غلط متين ستة وخمسين تمام والجراف بتاعتها اهي هتلاقي ان فوق كده بداية وقفة خالص عند مية خمسة وخمسين وهنا عند مية خمسة وخمسين طبعا الجراف المفروض تكون يعني ايه اكتر حقا كده لو اكون الضلع ده بيساوي الضلع ده يعني اه بس ايه الدنيا بقى تمام فانا بيعرفك ان البكسل بتاعك بتاع لو كان بيساوي مسلا زيره فيطلع لك في الاؤتبوت عند مية خمسة وخمسين ولو مسلا كان في النص هنا كده هيطلع لك البكسل اللي في النص بالزبط مش بيتقلب البكسل اللي في النص بالزبط اللي هو ايه ميةين خمسة وخمسين على الاتنين هيطلع لك رقم ايه كان الرقم ده ايه الرقم ده بالزبط غير ما هيكون رقمين الرقم ده هيكون لازم تقرب يعني مفيش بيكسل فاليو اللي هو رقم فريكشن يعني ايه مش فريكشن هي فراكشن فعلا مفيش مسلا ايه تقول بيكسل مية فاصلة ثلاثة معندكش انت فاليو اسمها في مية فاصلة ثلاثة هو يا مية واحد يا تسعة وتسعين فمعندكش انت الفواصل دي معندكش فلوت نمبرز تمام فالرقم ده لما تقسمه هيطلع لك فلوت قربه للرقم فوقه رقم تحت وليكن مسلا الرقم ده ميتين مش ميتين بقى اا مية سبعة وعشرين مية سبعة وعشرين ونص يعني مية سبعة وعشرين انا طلعت برا الفريم مية سبعة وعشرين ونص حلو ده كان ناتج الاسم فبنقربه وبنقول ايه البكسل عند مية سبعة وعشرين ومية تمانية وعشرين الاتنين هتبدلوا ببعض والاتنين مش هتحس اصلا بفرق ما بينهم يعني هو الفرق اللي ترجع الواحدة دي بس فمش هتحس بحاجة اوكي فتلاقي البيكسلز اللي في النص مش بيتحصلات غير انا البيكسلز اللي في الاول ما تبدأ تابد على النص او بقى بتحس بالفرق تمام يعني مثلا البيكسل اللي هنا هو كان بتاعي كان البيكسل بتاعته بميتين قلب في خمسين حلو فهو ده كده النيجاتف النيجاتف اصلا بنستعمله ليه ليش ليه نشتغل على صورة اصلا من الاول بدل الهم ده الفكرة كلها ان احنا لما كنا بنصور في الاول الناس كنت بتصور الاول على افلام حلو الفيلم نفسه بيطلعك الصورة اه نيجاتف فانت عايز ترجعها كانها صورة عادية تتقري البنعدة من العادي يشوفها يعرف يشتغل بيها يعني اوكي او ده المفروض ده سا اللي كان موجود عناتها ما عنيش فكرة على الافلام كان بتتبقى شكلها عامل ازاي بس معرف انك لازم تحمض الصور وشوية حاجات غريبة كده فتقريبا هي ده الغرض من من النيجاتف يعني تمام؟ كلها معرومات تترى ايه سكاب بيعمل طيب اللوج ترانسورميشن بيعمل ايه او ايه المنظر بتاعه اللوج بيقولك ان الاوت بيكسل بيساوي الكونستنت والكونستن ده اسمه كنترول فاريابل كنترول فاريابل يعني بيتحكم لي في الصورة بتاعتي موك هزود الا精تن ستي اوللها حbeit كده عامله زي البكرة الرول كده ازود شوية عالل شوية بمزاجي على ح moistur حيث يعني لو قانون ده مسلا مش عاقبني او بيطلع لي قريبة او بعيدة شوية ممكن اقربها بالكونترولrooliving ده تمام؟ quedما اتخnant المهم تثوي låtoe اللي اسمه C مضروب في لوج الامبوت اميج بنقول دايما زائد واحد عشان لو البيكسل اللي هنا مصلا كان بزيرو فميفعش تقول لوج زيرو مفيش حال يسمحها لوج زيرو فانت لازم تقول لوج زيرو بلاس ون فالبلاز ون ده عشان خطر ايه اللوج ده ما يعمل لكش ارور يعني وكده كده اصلا البلاز ون مش هتحس بفرق بثالة في اللوج في اللوج بتاع الامج ايوة يعني مسلا لوج 255 اعتقد بيسوي 2 فاصلة حاجة مش متأكد بالزوط من الرقم فمش هتحس بيميت الواحد ده 255 ولا 256 يعني تمام بس ده كده القانون بتاعه ساني مسحة الحاجة دي كلها وزي ما قلنا هنا هو انه سي او او ايا كان تمام بيتحكم في الشدة بتاعت شدة بتاعتك او بتاعك هلا الترانسفورميشن عالي اوي ولا قليل اوي كان كله تمام وردو كمان زي ما قلنا هنا هو ان عشان خطر لو البيكسل بيسوي 0 فعملنا الواحد ده عملنا يعني ودي كده بتاعه ما علينا الادلاف اللوج داني بتمثل يعني بالمنظر ده وطبعا انا حسب مسلا بيتساوي نص فتلاقي لقوص اللي فوق بدل ما هو كان عامل كده هتلاقيه مسلا ضغط شوية حلم لو تساوي اتنين رفع فوق شوية وهكذا فدي كده اه وبس اه بنستضم فيه اصلا معنيش قدنا فكرة والله بس ممكن يقولك في الامتحان ايه زي ما عملنا في امتحان الميت ترم اه الدكتور مسلا يجي لك مسألة زي كده يقولك ايه دي كده مجموعة من البيكسل حلم وليكن مسلا اه زيرو واحد انا انا هاملا 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 بتاع دي ففرضا دي كده اه صورة عندك ودي مجموعة البيكسل المكونة لها فدكتور يقولك على الامج دي فهتقوم عامل ايه هتقوم مسك البيكسل ده مسلا تحطه في القانون ان الاوتوت بتاعه ده كان مش زيرو ده كان اسمه اوتوت تمام اوتوت بيكسل بيساوي اه كان القانون سي مضروبة في اللوج بتاع الامبوت بيكسل بلاس وان حلو والسي دي مسلا دكتور يديهلك يقولك اه فرضا بتاعك او بتاعك بيساوي خمسة مسلا حلو فساعدتها تقول انت مسك كل بيكسل في دول اه تحوله يعني تعمل طبعا ميتريكس جديدة نفس الصيز بتاع القديمة طبعا غير مولي يعني واحد اتنين تلاتة اعطاكها مزبوط اي ان كان فالزيرو اللي هنا هنقول زيرو بلاس ون هنا كده زيرو بلاس ون اللي هو يعني مش عالف بكام بزيرو المفروض يعني فهتقول زيرو مضروف بتاعك زيرو فهنعملاش حاجة مسلا الفالو اللي هي مية وتلاتين دي هاتم حاططها هنا مية وتلاتين زياد واحد يعني مية وحتلاتين اي ان كان الرقم هيكون مية وحتلاتين يعني مسلا ايه واحد فاصلة اربعة بس لسه نضربه في خمسة صحيح واحد فاصلة اربعة في خمسة اه والله ما اعرف في ايه مش هنقد نضحك على بعض سواعة فاصلة اتنين مسلا اين كان فهتلاقي الصورة بتاعتك للمنظر ده طبعا في الامتحان آآ بتقرب. يعني مسلا سبعة فاصلة اتنين ما تسبهاش سبعة فاصلة اتنين ما هي سبعة بس هي تمانية بس فانت بتعمل التقريب العادي. ايه هو التقريب العادي? لو الرقم ده اللي هو الاتنين دي اللي بعد العلامة مش بيسوي خمسة اقل من خمسة يعني. فخلاص بتقلل اللي تحت. احنا احنا عارفين التقريب انا مش رح لكم التقريب ليه? يعني مسلا لو سبعة فاصلة خمسة خليها بتمانية. تقربها بتمانية. لو سبعة فاصلة اربعة تسعة 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 وانت بتقرب ل brush decimal point يبقى هذا الق liquida سبعة حال ما اذا اظهر ايه ٧ لا بس مفيش سبع فاصة خمسة وانت دائما بتقرب لاول الرقم ده بس فحتى لو دي كانت د是這樣 هو الرقم ده هو المهم وساعتكت بتقول ان هو سبعة بس يعني لو تلك سبعة فاصلة اتنيين سبعة سبعة فاصلة سبعة تمانية. اوكي? التقريب العادي يا خوانا مش 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 ده الازمة يعني. اوكي? فدي كده نوع المسائل بتاعت ممكن برضو يقول لك الكلام ده كله على نيجاتيف. نجيب لك مسألة يقول لك هاتلي او يعني كده وقول لك هاتلي نيجاتيف بتاع الصورة دي. حلو? فمدل ما اتطبق القانون ده. اتطبق القانون بتاع ال نيجاتيف اللي هو ال ماينوس الانبوت بيكسل. حلو? اه كان في ايه كمان خدنا غير ال نيجاتيف ده. احنا نسألها لسه ما كمل لاش تمام. عندك حاجة اسمها الباور لو. بتاكده القانون بتاعها. اه وانا صلاحة ما عنديش قدنا فكرة الباور لو. يعني حتى ان الكاتب بينه هو بيعمل ايه? ان هو بيستخدم للشاشات. قبل كده الشاشات زمان تاب بتبقى غمقة شوية فانت محتاج تديها باور لو عالي. فلو جيت مسلا تطبق انت دلوقتي على بتاعك قانون باور لو فتلاقي شاشة بتاعتك بتطلع الصورة غمقة كلام ده كله. الباور لو كله وجوده عشان خطر الشاشات. بس هو بيعمل ايه بقى بالزبط يعني مش مهم. اه ده كده كل الكلام بتاعه لو عايز لو مهتمة تقرأهم. تقرأ تشوف الفروق يعني وبتاع بس الكلام ده كله بصراحة ما يهمينيش قوي يعني. اه ده كده قانون مهم بالنسبة لك. ان الانبوت بيساوي مضروب في اللي هو البكستل بتاعك مرفوع العصي اسمه. طبعا دكتور في اللي بتاع上面 يقولك اه افرض ان بتاعتك بتسوي مسلا تسعين. وتسعين باه تسعين كتير. افرض ان بتاعتك بتسوي تسعة والجام بتاعتك بتاسع متاحوي تلاتة فصلة واحد مسلا او اعين كان احسب للاول للجريد زي اللي ورد دي مسلا. توزر我們هار كده لدي. اه ودكتور يقولك احسبي بتاعها يعني لو بتاعتك بتساوي تسعة والجاما بتاعتك بتاعتك بتساوي تنفاصلة تمانية فساعة بتقوم مسك كل بيكسل بتقوم ضرب ده كده تقول ايه بيساوي مضروبة فيه اللي هو مرفوع لقص جاما اعطيت جاما بتكتب كده ايه كان منظرها فلو دي كده بتسعة والجاما بتاعتك باتنين فاصلة تمانية فتقعد بقى تمسك بيكسل بيكسل الزيرو ده هتحطه هنا كده زيرو فهيستلع يصفر لك كل المنظر المئة وتلاتين دي اللي احنا لسا يديني عليها حالا لما تيت حطها هنا كده مئة وتلاتين قصة اتنين فاصلة تمانية مضروبة في تسعة طلع ايه كانت هيه وتحطها في نفس المكان في الامج الجديدة اه مطلق بطس وترجعوا الامج القديمة يعني اه بس ده كده تمام بعد كده عندنا او ده طبعا برضو الفرق اهو لو الجاما عندك ولا يلا مع الجاما سوري لو الجاما لو كتيرة الجاما دي كده مش عارف عشان بتصدم للشاشرات القديمة اوكي مش عارف يا الشاشرات القديمة كانت فتحة اوي فاحنا بنحاول انت غمقها او كانت ايا كانت يعني ما يخصناش دي كده صورة عادية ودي الجاما لما اختلفت عملت ايه فيها يعني تمام النقطة اللي جاية دي اعملتش ادنى فكرة هي بتقوليه فانت اخدها على عائلاتها كده واحفظها ديها قانون تقريبا انا كتبه او لا سوري ده الا اه لا دي اكشن انا عارفها دي هي اسمها بتعمل ايه بتقولك مسلا بتمشي ورا زي المكتوبة دي بالزبط يعني ايه لو عندك كده فيها زيرو مية متين خمسين تلاتين عشرة تسعة وتسعين تلاتة واحد فيقولك ايه عندك كونديشن زي اللي مكتوبة هنا كده هنفرض ان ايه بتاعتك بتساوي مسلا المينموم يعني لحد الادنى بتاعك تلاتين فاي حاجة اقل من تلاتين مداخدهاش معي في الصورة اي حاجة اقل من تلاتين بيكنسلها وكمان اي حاجة اكبر من مية كنسلها فهو ده بالزبط اللي هو ايه بكنسل فانيجي هنا للصورة اتلاقي اي حاجة اقل من تلاتين يعني زيرو داية مساح اي حاجة اقل من تلاتين خليها بزيرو يعني اي حاجة اقل من تلاتين دي كمان اقل من تلاتين ودي ودي اي حاجة اكبر من مية فتلاقي دي اختفت وبس ففضلك المنظر ده كده عندك تقوله بقى مسلا نصفرهم ممكن تقوله خليهم مكسيموم ممكن تقوله ما تعملش حاجة لو انت في الرينج ده ما تعملش حاجة لو انت برا الرينج ده خليهم بصفار على حسب الكنديشن اللي انت عايزها يعني تمام فالنتنستي سلايسنج او بيتسمى ثريشولدنج مش مش صعبة بتاتة يعني بتديلو رينج او اتنين كده بداية ونهاية وتقول له اي حاجة ما بين البداية والنهاية سيبها زي ما هي اي حاجة برا البداية والنهاية خليها بصفار خليها بحايد تحط انت زي ما انت عايز فتلاي في الامتحان دكتور يقول لك ايه برضو نستضم نفس الجريد اللي فاتت دكتور يقول لك في الامتحان ايه بقت قذر كده ايه نمسح كل الحاجة دي كده سانية ده كده كده مئة وتلاتين فدكتور يدي لك جريد زي دي يقول لك ايه بتاعك من مسلا من مية لميتين اي حاجة اقل من كده خليها بصفر واي حاجة اكبر من كده خليها ميتين خمسة وخمسين او خليها بصفر ايه كمان تمام فتقوم مسكل مسكل الاسكلة بتاعاتنا كده اي حاجة اقل من مية فين الاقل من مية دي اقل ودي اقل ودي اقل وايه كمان هما كلهم اقل ولا ايه ماشي ودي 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 ودراح تمام واي حاجة اكبر من متين. دي كده تختفي. دي كده تختفي. وبس فافضلك المنظر ده مسلا. فالدكتور يقول لك اي حاجة اقل من مية صفرها و اي حاجة اكبر من مية برضو صفرها ولا خليها من ميتينة خمسة وخمسين. تمام? اي ان كان اللي هيطلل ببنك هتمل انت بقى بقية دي صفار. ولا هتملها وحيد. على حسب اللي هو ايه المطلوب منك يعني. تمام? بس ده كده الازمة بقى اللي فعلا الموجودة هي ده كده القانون بتاعه. تحفظ القانون ده على عاليته وتحفظ كل فيه ايه. تمام? يعني مسلا عندك ايه? اسمهم ايه وبي. فده كده ده كده وده كده تمام? مش عارف يعني اقل القيمة اقل اللي موجود عندك. في بتاعك واقصى قيمة. فالموضوع بجد في المسال ده بيبقى ايه مستفز. تمام? فانت بتحفظ قانون عشان خطر انا ما عنديش ادنا فكرة هو بيعمل ايه القانون ده. وحتى لما طبقته عمدي شفت الصورة مفهمتش اللي هو انت برضو عملت ايه يعني. تمام? هو فيه اختلاف بس انا مش فهم هو بيعمل ايه في الاختلاف ده. فتحفظ قانون بتاعك بيساوي نقص مضروب في ده ايه ان كان هو اسمه ايه? زائد ده. حلو? هتلاقي كلها موجودة دي المحاضرة على الاعتقدة دي المحاضرة التالتة اصابها تسعة. حلو? تمام? بس كده خلص المحاضرة دي. في لسه الفيديو للهيستجرام بشرف فيه الهيستجرام ده قريدي كانت شرح قبل كده برضو هيترف راح هو كمان. وبس هتخش على بعد كده تمام?